عم تخلق مساحة ممتازة للنقاش ومنشكرك لأنه ضيفك هالمرة نحن عملنا مداخلة مرة الماضية وتقدمنا بالورقة بالتالي اليوم سعادة المدير هو المعنى الأول بموضوع النازحين خصوصي مع غياب القرار السياسي بهذا الموضوع بقانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة بالمادة 17 بتنص على صلاحية المدير العام بإصدار قرارات ترحيل الأجانب في حالات إثثنائية حيث يشكل الأجنب خطرا على سلامة الأمن العام بالمادة 32 كمان معاقبة الأجانب لدينا يدخلون الأراضي اللبنانية بطرق غير قانونية بعقوبة الحبس من شهر إلى 3 وهلأ أصلا عنا مشكلة الاقتصاص بالزوجور بالتالي هل 12 نقطة ومشكور بريزيدو على اللي عملته ونحن تقدمنا بكل الحلول باقتراحات تبعنا بدي بس ضوء أول ورقة كانت ورقة الحزب الكثير نعم أول ورقة جد ما كانت ورقة أقل شي 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 هذا بالبوزيتيف بس لأن عبالي نعمل زوم آت وبحضور ساعات السفير موجود معنا بعتقد سوية دنمارك وهنغيريا هن بلدين بيعنوا وجدا حريصين على حقوق الإنسان هالثلاث بلدين اليوم أخذت إجراءات واضحة بعودة النازحين الموجودين عندهم وبرفض استقبال المزيد من الناجئين ترحيل ترحيل لأ عم بقول عودة لأنه نحن بقصة المصطلح اللي عم نستعمل عودة طوعية أو غير طوعية ما إخرة نهار تفضل ساعاته وقال أنه هل جميعا مرتحين هون ما رح يرجعوا بطريقة وقت البدكو نرجعوا غير بوقف المساعدات بس خليني بس أقولهم بسرعة بلد اليوم بلد عم بحكي عن سوريا عمل اتفاقية سياحية اتفاقية سياحية مع الدولة الإسلمية الإيرانية باستقبال سواح إيرانيين دولة عم تستقبل سواح ما فيها متستقبل ولدها هي واحد اتنين هني ما مينعوا يستقبلون لا لا بس عم نحكي نحن بالنسبة لأ لا فيزافي الـ UNHCR اللي بيقلك أنه ما فينا لا مش ما فينا فينا لأنه بلد إذا بلد هو بطل بحالة حرب فينا تاني شغلة موضوع الانتخابات اللي صارت بلبنان وشوفنا مشهد مخيف ومهيب كيف طلعوا كلهم صوتوا للأسد كمان هذا موضوع إذا أدل الموضوع مرتاح كمان فيهم يعملون الحركة الدخول وخروج بالممرات الغير شرعية كمان شغلة مهيبة لأنه لازم يفهم المجتمع الدول أن هؤل الجماعة بيطلعوا على الأعياد وبيطلعوا بالويكاد وبيرجعوا بيجوا على لبنان تالت شغلة هالتوقيت المريب للفرش اللي طلعت فيه الحكومة والرئيس ميقاتي بموضوع الفرش بالمساعدات يلي برأيي أنا بيستاهلوا أكتر بكتير عناصر طوى الأمن الداخلي والأجهزة كلهم ياخدوا هني الفرش مش حدا تاني شغلة تالتة قصة الداتا وأنا بفهم حرصك على الداتا بس مش معقول بلد بكامل وما عنده أرقام بيقدر يتداول فيها نحن بنقول مليون وثمينمية غيرنا بقول مليون وستمية بتقول لك لا أهل بكتير تمينمئة ألف يعني الموضوع بعيد لدرجة وفي استخفاف بالتعاطي من قبل هالمجتمع يلي كمان مشكور بمحل المحلات أنه عم بيساعد البلد وهالقضية الإنسانية السورية ولكن القضية الإنسانية الأولوية لقلناه هو القضية الإنسانية اللبنانية مش حدا تاني اليوم حضرتك قلت عن ضبط التهريب أو ما أعرف شو بنا نسميه يلي بيطلعوا بالبواخر هجرة غير شرعية هجرة غير شرعية يلي متطمن بمطرح المحلات ونحن كنا بروكسل بالاتحاد الأوروبي بالبرلمان وقلنا هذا الموضوع أنه آخرت النهار الباكيارد طبع هالمجتمع الأوروبي هو لبنان بس لقيمة لبنان وحضرتكم بتكون دالكم ضابطين حالكم ودالكم هديين الموضوع ونحن شبابنا بيهاجروا وما منخلي حدا يهاجر وكلهم بيهاجروا لعنا والمنافسة وهاتنعشر نقطة اللي ذكرها المجلس يلي هن كتير دقيقين وبيغطوا الكل أنا في شغلي بس بحب أسألك أنا عم تقول في أمور عم بتطنشوا عننا أنا ما عرفت عن عن أي موضوع عم بتطنشوا حضرتك استعمالت عم تقول عم نطنش عم واضيع كتير هي شي بخص بتطبيق الأوانين اللبنانية لا قلت لك تأثيراتها فيها ما يرى وما لا يرى تأثيرات النزوح السوري أنت عم تشوفه يمكن هلأ عملياً على الورقة والألام فيه إشي بتشوفها وفيه إشي ما بتشوفها يعني اليوم نسبة الجريمة أنت عم تطلع نوعية الجرائم اللي هي من من ميزات المجتمع اللبناني كتلة التصور غريبة عن المجتمع ومش من عادتنا فيه إشي نوعية جرائم عم تتغير أنا ما عمقول أن الجرائم بس السوريين بكل الجرائم بكل الجرائم العادية عم بيكون تشاركي بين اللبناني والسوري حتى أعطي الحق ما فيه خلية لأطنيها تهريب أو سرقة أو تشليح إلا ما كان فيها من النوعين مش بس هي حكرة عن السوريين مش من نطلع عن سوريا أبداً ولكن فيه نوعية جرائم وما بتشوفها أنت عم تصير ما فيه نقول عنه فيه جرائم مش حلوة يعني مش معوضين عليها اللبنانيين وهون مرسي بريزيدي أنا خلصت بس بموضوع البطالة عم نحكي 40% بموضوع الاقتصاص 6337 مسجون على 2400 زيادة 375 ميجاوات يعني هوا 375 مليون دولار بالسنة زيادة 70 مليون لتر مي ببلد ما في مي يعني كارسة على البنية التحديية أنا شكراً مرسي أنا شكراً